من الطبيعي أن يفيز المهبل رائحة خفيفة ولكن إن كانت هناك رائحة قوية صادرة من المهبل كرائحة السمك المتعفن أو أي رائحة أخرى غير محببة فقد يكون ذلك دلالة على مشكلة صحية أخرى قد يصاحب ظهور الرائحة أعراض أخرى كالحكة والشعور بالحرقة والانزعاج والإفرازات المهبلية بشكل عام إن كانت هناك رائحة للمهبل دون مصاحبة أي أعراض أخرى لذلك فقد لا تكون الرائحة غريبة هناك العديد من حالات العدوى الشائعة التي تصيب المهبل وتؤدي إلى ظهور رائحة غير محببة ويمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية وبعض المنتجات الجاهزة للتخلص من الرائحة بسرعة إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا خطوات التدرب على الاعتناء بالمهبل 1- لا تستخدم مستحضرات تنظيف مهبلية قد يؤدي دفع الماء بقوة في المهبل أو استخدام مستحضرات تنظيف بداخل المهبل إلى التخلص من البكتيريا المفيدة الموجودة في المهبل وقد يؤدي إلى تفاقم حالة العدوى إن كانت موجودة لتصل إلى الرحم مما يزيد من سوء الحالة ينبغي عليك تجنب استخدام البخاخات النسائية حيث أنها تعد أحد أنواع غسولات المهبل وقد يؤدي ذلك إلى تحصصه وإلى حدوث تفاعلات حساسية تذكر أن المهبل يقوم بتنظيف نفسه بشكل طبيعي طالما أنك تهتمين بصحة المهبل بشكل منتظم فلا حاجة لتنظيفه بمواد أخرى أو التدخل في عملية تنظيفه الطبيعية 2- اغسل المهبل عند الاستحمام احرص على المحافظة على نظافة منطقة المهبل عن طريق استخدام الماء وصابون خفيف غير معطر لغسل المهبل والأشفار تجنب استخدام الصابون القاس المعطر على المهبل حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تحسس البشرة الحساسة في هذه المنطقة 3- ارتدي ملابس قطنية واسعة في هذه المنطقة سيؤدي ذلك إلى زيادة وصول الهواء لهذه المنطقة خصوصا عند ممارسة التمارين الرياضية أو التعرق كما سيمنع تراكم الرطوبة مما سيؤدي إلى تقليل الروائح الحادثة بسبب التعرق أو البكتيريا ينبغي عليك أيضا تغيير ملابس ممارسة التمارين الرياضية في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية لا تستمر بارتداء الملابس المتعرقة الرطبة لفترة طويلة حيث أن ذلك قد يؤدي إلى إصدار روائح كريهة ارتدي ملابس داخلية نظيفة كل يوم لمنع تراكم البكتيريا وصدور الروائح 4- امسح المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام امنع انتشار البكتيريا من المؤخرة إلى المهبل عن طريق المسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام سيضمن ذلك خلو المهبل من البكتيريا التي قد تتسبب بالروائح والعدوى 5- غير الفوط الصحية أو السدادات كل 4 إلى 6 ساعات اهتم بنظافتك أثناء الدورة الشهرية عن طريق الاهتمام بتغيير السدادات والفوط الصحية كل 4 إلى 6 ساعات سيؤدي ذلك إلى منع تراكم الروائح في المهبل وعدم تحسسه خلال الدورة الشهرية يضمن تغيير السدادات بشكل متكرر أيضا عدم نسيان التخلص من السدادات الأمر الذي قد يؤدي إلى صدور روائح كريهة ومشاكل صحية خطيرة استخدام علاجات طبيعية وتعديل العادات الغذائية 1- تناول الزبادية لتعزيز نمو الخمائر يحتوي الزبادي على البروبيوتكس الطبيعية التي تساعد على استعادة التوازن البكتيري في المهبل وبقية أجزاء الجسم إن كنت تعانين من إصابة متكررة بالفطريات فقد يكون تناول الزبادي كل يوم خيار صحي للقضاء على رائحة المهبل التي تحدث بسبب عدو الفطريات تأكد من أن الزبادية يحتوي على بكتيريا حية ونشطة للتأكد من قدرته على مساعدة الجسم في إنتاج الخمائر 2- تجنب تناول الأطعمة المسببة للروائح قد يؤدي تناول بعض الأطعمة وشرب بعض المشروبات إلى تغير رائحة المهبل حيث أن بعض الأطعمة تتسبب بإفراز الجسم لبعض الروائح إن كنت قلقة بشأن الروائح المهبلية تجنب شرب القهوة والمشروبات الكحولية ينبغي عليك أيضا تجنب أكل البصل والأطعمة الحريفة واللحوم الحمراء ومشتقات الحليب اعلم أنك قد تحتاجين إلى استهلاك كمية كبيرة من هذه الأطعمة لتتسبب بتغير رائحة إفرازات المهبل بما يكفي لملاحظة ذلك يمكنك محاولة التخلص من هذه الأطعمة والمشروبات في نظامك الغذائي لملاحظة ما إذا كان ذلك سيقلل من أنبعاث الرائحة الكريهة 3- استحمي بالملح الساخن والخل أحد العلاجات الطبيعية تتمثل بإضافة نصف كوب من الخل الأبيض ونصف كوب من الملح في الماء الدافئ يمكنك بعد ذلك نقع الجسم في حمام الملح والخل للمساعدة في القضاء على الرائحة واسترجاع درجة الحمضية الطبيعية لمنطقة المهبل على أي حال قد يكون هذا العلاج أفضل حل على المدى القصير فقط حيث أنه قد لا يتخلص من رائحة المهبل بشكل كامل 4- استخدم مكملات عشبية 5- يستخدم المكمل العشبي في مانون لمساعدة النساء على التخلص من رائحة المهبل وإيقاف عضوى المهبل كالتهاب المهبل البكتيري 6- يحتوي هذا المكمل على الثومي ومستخلص لحاء نبات نيمي والبايوتين والزنكي والسيلينيوم والاكتوباسيلس أكيدوفيلس 7- يدعي المنتج قدرته على تعزيز البكتيريا المفيدة في المهبل ومساعدة نظام المناعة على محاربة أي عضوى 8- اعلمي أن المكملات العشبية غير منظمة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ويجب استخدامها بحذر 9- التعرف على مسببات الرائحة 1- لاحظ ما إن كنت تعانين من رائحة تشبه رائحة السمك مع وجود إفرازات بيضاء أو رمادية وشعور بالحرقة عند التبول 10- تشير هذه الدلالات إلى الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري بكتيريا الفيجينوسيس وهي عدوى شهيرة تصيب المهبلة 11- لا يوجد سبب معروف للإصابة بالتهاب المهبل البكتيري إلا أن ذلك قد يؤدي إلى نمو بكتيريا غير طبيعية في المهبل وحالة من العدوى 12- لا تظهر أي أعراض أخرى على النساء المصابات بالتهاب المهبل البكتيري سوى ظهور رائحة كريهة 13- يمكن للطبيب تأكيد إصابتك بالتهاب المهبل البكتيري أثناء الفحص 14- هناك بعض النشاطات التي تزيد احتمالية الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري كالممارسة الجنسية غير الآمنة والإفراط باستخدام المنظفات 14- تفقد ما إن كان هناك رائحة كريهة يصاحبها إفرازات خضراء أو صفراء 15- قد تلاحظ أيضا شعورك بالألم عند التبول 15- تشير هذه الأعراض إلى داء المشعرات تريشومونياسيس وهو عبارة عن عدوى جنسية تحدث بسبب أحد الطفليات 16- لا تظهر أي أعراض على الرجال المصابين بداء المشعرات عادة 17- لذا فإنه يجب علاج الشريكين من هذا المرض الذي ينتقل من خلال العلاقة الجنسية بعد تشخيصه 17- ينبغي عليك دائما ممارسة علاقة جنسية آمنة واستخدام واق لتقليل خطر الإصابة بداء المشعرات 18- لاحظ ما إن كنت تشمين رائحة تشبه الخميرة يصاحبها إفرازات بيضاء سميكة 19- قد تختبرين أيضا بعض الحكة والألم والشعور بالحرقة عند التبول أو ممارسة العلاقة الجنسية 20- تشير هذه الأعراض إلى إصابة بالفطريات 21- تحدث هذه الإصابة عند إفراط لنمو فطريات بالمهبل 24- تفقد ما إن كان هناك رائحة كريهة قوية يصاحبها إفرازات مائية 25- قد يشير ذلك إلى أن سبب الرائحة هو تغيرات هرمونية خلال الدورة الشهرية أو بين فترات التبويض والدورة الشهرية القادمة 26- تكونين معرضة لهذه الروائح المهبلية الكريهة خلال تلك المراحل من الدورة الشهرية 27- اعتمادا على عمرك وعلى تاريخيك المرضي قد تختبرين أيضا تغيرا هرمونيا آخرة فترة انقطاع التمثي 28- يمكن أن تعاني النساء من ظهور رائحة كريهة وإفرازات مائية خلال فترة انقطاع التمثي 29- احرص على التأكد من إزالة السدادة التي تستخدمينها 30- إذا نسيت إزالة السدادة قد يؤدي ذلك إلى تراكم دم الحيض والبكتيريا 31- قد يؤدي هذا التراكم إلى تحسس البكتيريا مما يسبب الحكة وظهور رائحة قوية وإفرازات 32- إن وجدت أنك قد نسيت إزالة السدادة ينبغي عليك استشارة طبيب أمراض نساء على الفور 33- يمكن أن يساعدك الطبيب على إزالة السدادة بأمان وأن يعالج العدوى الحادثة بسبب نسيان السدادة 33- ترجمة نانسي قنقر